احتفلت مصر باليوبيل الفضي لمتحف النوبة بمحافظة أسوان الذي يوافق ذكرى مرور 25 عاما على افتتاحه تم الاحتفال عبر فعاليات وأنشطة فنية متنوعة تبرز الجوارب المختلفة للثقافة النوبية والتراث الفني والفلكلوريل بجانب مقتنيات المتحف النادرة التي توثق تاريخ النوبة وفنونها منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث بمناسبة اليوبيل الفضي لافتتاح متحف النوبة نظمت جامعة أسوان احتفالية فريدة من نوعها بمشاركة جماهرية من مختلف جنسيات العالم فما بين معرض فني للفنون التشكيلية مقام على هامش الاحتفالية إلى جانب تطوير المتحف من النواحي السمعية والبصرية والمنظومة الأمنية تم الاحتفال بالمتحف الذي افتتح في 23 نوفمبر من عام 1997 بتكلفة وصلت إلى حوالي 70 مليون جنيه المتحف مقام على مساحة 50 ألف متر مربع والجزء الخاص بقاعة العرض المغلقة تبلغ مساحتها حوالي 7000 متر مربع إضافة إلى 43 ألف متر مربع للمساحات الخضراء حول المتحف المتحف افتتح في 23 نوفمبر سنة 97 إن شاء الله احنا عاملين احتفالية تحوز على عجبكم إن شاء الله الاحتفالية بتبتدي بموكب لطلاب كلية الأسار بشكل فرعوني وحنفتتح معرض لطلاب سوريا للطلاب وكلية الأسار عاملين معرض لوحات فنية بتقنية قديمة قسم الترميم وبعدها حنعمل افتتاح للمعرض الأول للفنانين التشكيليين بأسوان الهدف من إنشاء متحف النوبة في محافظة أسوان هو الحفاظ على التراث الحضاري النوبي وعرض التاريخ النوبي منذ بداياته وحتى تشييد السد العالي وفكرة إنشاء المتحف تزامنت مع انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ أثار النوبة التي بدأت من عام 1960 وقد وضع حجر الأساس للمتحف في عام 1986 وافتتح للجمهور في الثالث والعشرين من نوفمبر من عام 1997 يعني بصراحة الأجواء والعرض وكل حاجة جميلة والواحد فخور إنه هو بينتمي للكلية وفخور جدا بالحضارة المصرية أنا فخورة إن باشترك باحتفالية مرور 25 عام على ابتتاحية مدحف النوبة نحن نعمل محاكاة لحياة المصريين القدماء نوري للعالم الحضارة المصرية القديمة وعظم الدولة للحضارة المتحف يضم مجموعة من القاعات تم تقسيمها لتشمل عصر ما قبل التاريخ والدول القديمة والوسطى والحديثة إلى جانب جزء يتحدث عن النوبة المسيحية والنوبة الإسلامية وجزء به بنورام الحياة النوبية المعاصرة بعاداتها وتقاليدها كما يحتوي المتحف على نحو ألفي قطعة أسرية تعبر عن حقب تاريخية مختلفة من بينها تمثال للملك رمسيس الثاني ونموذج لمعبد فيلة ولوحة حجرية للملك أمنحوتوب بالإضافة إلى نموذج لمقبرة إسلامية وأيضا للحلي والفخار المتعدد والمتنوع الألوان والأشكال المتحف يتوج بعد تطويره جهود الدولة الحسيسة في السنوات الأخيرة للحفاظ على الآثار وحمايتها وعرضها للعالم بما يليق بمصر ومكانتها